حسن شحاتة شخص طاكل مذهب السنة في مصر وبعدها صاح شيعي بعد رحلة بحث طويلة بعد هذا الشخص انشهه في مصر ودخل مناضات مع أشهر مناضين الشيعة بعدها بوقت كان جاي هذا الشخص اللي هو حسن شحاتة على مكان عشان يحطى مناسبة دينية خاصة بالشيعة ولكنه تفاجأ من هجوم كامل من أهل المدينة اللي هو فيها عليه وصلت لحد انهم كسوا العمال اللي هو فيها كسوا السقف طاعون وهجموا عليه وحاولوا يهجموا عليه من تحت بالنهاية طبعا للأسف سقف البيت وقع عليه بعدها هجم عليه حافيا الشعب كامل وهذا الموضوع كله مسجل بفيديوهات عليه يوتيوب وكانوا كلهم حاملين العصي انتهى الموضوع بموت حسن شحاتة للأسف واللي معاه ولكن الموضوع ما خلص هنا بل تم أبض قدام حسن شحاتة وتم سحله وللأسف هاي كانت نهاية إنسان بس لأنه اختلف معاهم بالمعتقد الديني هذا هو المجتمعات اللي احنا منعيش فيها ومجتمعات أغالبيتها متعصبة بس هاي فتفوتة عشان بس تطلع وتأذيك ملاحظة كمان مش بعمم